الله، 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 سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى بقية الآيات صدق الله العلي العظيم نحن في رحاب سورة هود هذه السورة المكية وقلنا أن القسم الثاني أو الأكثر من هذه السورة المباركة تشرح سيرة أنبياء بدءا من نوح إلى صالح إلى إبراهيم إلى موسى وهكذا عليهم السلام جميعا هذه القصص التي تأتي في القرآن الكريم كلها يمكن تطبيقها على الوضع الحاضر على عصرنا على أمتنا على مجتمعاتنا على عوائلنا على تجارتنا على أسواقنا على عقائدنا على كل شيء يمت بصلة إلينا يعني مرة واحد يقرأ هذه الآيات والقصص القرآنية للتسلية خب هذا هذا ليس صحيح مرة يأخذ منها العبرة ذكر هذه القصص بعض المفسرين قالين في الشيء في سورة هود خصوصا أن هذه تسلية للنبي ما تصور هذا الكلام يكون يعني إلى جانب من الصحة أو من الرجحان مثلا تسلية وتطبيب يعني يطيب نفسه يعني يا رسول الله لأن هذه السورة نزلت في عامل حزن بعد وفاة ورحيل سيدنا أبي طالب صلوات الله عليه وسيدتنا جدتنا خديجة الكبرى اللي هذا اليوم كان يوم ذكرى وفاتها ورحيلها هذه السيدة الجليلة أم السادة أم المؤمنين هذه السورة نزلت في هذا العام في أحلك ظروف مك المفسرون يقولون هذا للتطبيب يعني يطيب نفس النبي تسلية للنبي صلى الله عليه وعلا وللمؤمنين حوله جيد لا بأس يعني من أغراض هذه السورة هذا أما أنه إحنا شنو الآن وإحنا ذاك اليوم وكنا موجودين هل هو فقط تطبيب لأنفسنا تسلية لنا نعم من ناحية صحيح ليش؟ لأن المؤمنون القل لأن المؤمنين القلة الذين يجابهون أعتى وسائل الإفساد في هذا العصر يحسب نفسه وحده ما عنده أحد الله يقول لا مهي الشكل الأنبياء السابقون وضعهم كان أشد منكم ذاك اليوم قلت فبالكم ليلة أن نوحا كان يضرب فيغمى عليه ثلاثة أيام أمام بيته لا يتمكن الحراك نبي حجة الله على الخلق يضرب وكذلك هود عليه السلام من ناحية تطبيب لنا وتسلية لنا أيضا صحيح ولكن من ناحية يمكن من كل آية آية أن نأخذ درسا لواقعنا ومجتمعاتنا وعوائلنا وأسواقنا وما أشبه لأن القرآن قرآن نابض كأنه ينزل للتو على كل قلب مؤمن يقرأ القرآن هذه مقدمة وقلنا أيضا أنه سورة هود سميت لأن هود ذكر في نصف هذه السورة هود عليه السلام من أحفاد نوح من أحفاد نوح عليه السلام وقد بشر نوح عليه السلام بظهوره وبنبوته الآن هذا هود عليه السلام جاء إلى قومه شير من قومه أول شيء الأنبياء السلام عليكم يريدونه هو تصحيح العقيدة تصحيح مسار العقيدة لأن العقيدة أساس كل شيء مثل أساس البناء عند ذلك يقول أنا نبي هذا يجي الدور الثاني يعني النبوة خب يحتاج شنو يحتاج معجزة يأتي بمعجزة الناس يصدقونه والبعض ينكرونه ينكرونه ثالثا المعاد هذه الأسس الثلاثة طبعا الإمامة وراها بعد تابعة يعني مستمرة بعد النبوة هذه الأسس الثلاث إصرار جميع الأنبياء على هذه الثلاثة التوحيد المعاد النبوة إذا هذه رست في قلوب الناس أعمالهم تنعكس عليها هذه جدا مهمة ولذلك شوفوا نبدأ من الآية الأولى وإلى عاد أخاهم هودا عاد قلنا قبيلة سكنت اليمن والله رزقها بساتين وجنات وأنهار وقصور مدنية جدا عالية وكانت أبدانهم قوية جدا وطويلة كما يقال في التاريخ وإلى عاد هذا عطف على أول السورة أول السورة شنو كان مو أول السورة قبل كم آية قلنا أنه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قبل صفحتين هنا لما شنو وإلى عاد يعني أرسلنا إلى عاد هذا عطف على قبل صفحتين وإلى عاد لأنه فعل مو موجود وإلى عاد شنو يعني أرسلنا إلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا أخوهم هذا العرب عندما يريدون أن يعبروا عن شخص من قبيلة من فئة معينة يقولون أخا مثلا يأتي شخص يقول يسأل من النبي بعدين النبي يجاوب يقول يا أخ العرب يا أخا هذيل يا أخا مثلا عشيرة فلان يعني أنت من عشيرتهم طيب هود شنو كان من عشيرة عاد كان نعم هود السلام عليكم بينه وبين عاد يعني جد قوم عاد اسم عاد أصلا شوفو عاد اسم شخص وأصبح هذا الاسم اسمه شنو عشيرة أو قبيلة أو قوم تقدر تقول مجتمع هود من أحفاد عاد أيضا عاد من أحفاد النوح أحفاد لما أنا أقول يعني عشر بطونها مو رأسا يوصل إلى نوح فأخاهم هودا ما جبنا أحد من غيرهم الإرسال كان من قومهم ليش من قومهم لأن يعرفونا النبي عندما أرسل أول ما أرسل إلى الجزيرة العربية إلى مكة وما حولها وبعدين إلى العالم جميعا قريش تعرف نبيه تعرف النبي بأنه الصادق الأمين فما أكو مشكلة بعد يعني مرة واحد مشهور في قومه بالنذالة والترف والذنوب والسخافة أخوالي يقولون هذا مخبل مثلا شنو جاي الدعي مرة أنرف شخص أطهر شخص أنقى شخص الله يختاره ويعطيه العصمة والنبوة واللباس الإرسال يعني يرسل هذا أكو فرق بينه وين هذا أرسلنا إلى عود إلى عاد عفوا أخاهم هود يعني من عشيرتهم يعرفون وكان في عشيرته معروفا بالصلاح يعني إذا واحد عنده مشكلة قبل أن يصبح نبي لأنه أرسل وهو في أربعين سنة من عمره هود مثل نبينا عندما بعث كان عمره أربعين سنة فكان معروفا بالصلاح فماكو عليه غبار يعني خوب شنو قال أول ما قال أول دعوة يدعوها نبيهم هود هذا قال يا قوم معبد الله طيب شنو كانوا يصنون هذولا هذولا بعد نوح عجيب البشر حقيقة نوح طهر الأرض بدعوته وغزل الطوفان والفيضانات واستولى الماء في كل شيء ورست السفينة نوح وزوجته المؤمنة وأولاده الثلاثة والمؤمنون الذين معه شكلوا حضارة ومدنية جديدة طاهرة لا لوث فيها لا عبادة أسنام ولا شرك ولا فسق ولا تعدي ولا ظلم هذا الجيل الأول ولكن بالنتيجة الإنسان يخلق مختارا نحن هذه عقيدتنا نحن المسلمون أو المسلمين عقيدتنا أن الإنسان مختار يختار الخير أو يختار الشارع الجيل الذي أتى بعد نوح توسع وبعد توالدوا تناكحوا تناسدوا صاروا هواية شوية شوية إلى أن ما تنوح جابوا خلوا تمثال إلى من حبهم له لماذا التمثال مكروه أو بعض العلماء يقولون حرام تخلي في بيتك أو إذا تريد تصلي لازم تخلي عليه بردة حتى الصورة مكروهة أنه واحد مقابل صورة يصلي مكروه هذا وبعضهم كان يحرم إذا كان تمثال كامل هذا التمثال شوية 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 بعد أجيال صار شنو شار صنم طبعا بفعل إبليس وبجهلهم وبعدهم عن الأولياء فأصبحوا عباد أسناهم السهود جاي يريد مرة ثانية يطهر المجتمع أول شيء يطلب منهم هذا قال يا قوم يا قوم عبد الله الله الواحد الأحد الصمد ما لكم من إله غيره إله يعني معبود ما يقول ما لكم من خالق غيره التفتوا إلى هذا الشيء إخواني المشركون كانوا يعتقدون بالله ترها يعني يقولون الله الخالق صحيح خلق وراحة تتاح بعد استغفر الله والعياد والله الأسنام شنو الأسنام شفعاء إلى الله يعني الأمور الكونية بيدي ذولة بيدي هبل بيدي سواع هذه الأسماء الموجودة في القرآن الموجودة هذه الأسنام هي التي تشفع أولا لحاجاتنا ثانيا هي التي تدبر الأمور تدبر أمور الكون أيضا هذه عقيدتهم وإلا لما تسأله من خلق السماوات والأرض في آية أخرى أكو رأساً يقول الله فمعناته كانوا يعتقدون بالخالق ولكن عبادتهم كانت لهذا الصنام إله يعني مألوه يعني معبود شوفوا العبارة ما لكم من إله يعني من معبود يستحق العبادة هاي يستحق العبادة شرح مني غيره يعني غير الله العبادة يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى هذا يسموه توحيد العبادة إن أنتم إلا مفترون لقد افتريتم على الله جعلتم أصنام وتعبدونها وأنها تمثل الحياة والعيش السليم وحاجاتكم تتوسلون بها هذا افتراء طيب ليش الإصرار على هذا هسا كم واحد خلي يعبدون أصنام شنو به يعني أشرنا في الليلة السابقة إشارة عابرة الاعتقاد إذا صار خطأ وراها يجي المعادة خطأ يصير لأن هذول بعد ما يعتقدون بالمعاد فإذا ماكوا معاد وماكوا اعتقاد بقدرة إلهية تنظرنا وتراقبنا كل شيء ممكن نسوي أصلا احنا ليش في البلد اللي نعيشه هذا البلد مثلا ليش نراعي القوانين حقيقة أنت تدرون ليش لأنه خاف من العقاب طيب يا عمال اللي ما يخاف من العقاب خفية يعصي الحكومة يعني إذا يسوي من النهب للأموال ما يخلي الناس يفهمون ما يخلي الناس يعرفون هذا شنو معناته لأنه يخاف من القانون فلازم رادع يكون للبشر وإلى ما يصير الرادع شنو المعاد والتوحيد أو التوحيد ثم المعاد هذا يكون رادع للإنسان بس يريد يذنب ويعصي ويسوي مخالف يقول لا الله ده يشوفني هاي القصة المعروفة أنه شخص سارق ذهب إلى بستان بستان ليسرق مع ابنه سامعيها حتما بس حتى شوية تسلية يقولون واحد قال لي ليش متجيب قصص فراح إلى بستان حتى يسرق من الفواكه التمر ما ده شنو قال لي ابنه يا ولدي أنا أذهب لا فوق الشجرة أنت دير بالك إذا أجي صاحب البستان ناديني حتى أنزل نشري إذا أجي أحد أحد أي واحد فهذا صعد الولد بفطرته السليمة الأولاد فطرتهم جيدة المجتمعات تخربهم ممكن المدارس بعضها تخربهم هاي الموبايلات اللعينة تخرب عدم التربية المهم هذا راح فوق الشجرة قام يرتقط الفواكه في المرة الولد قال بابا بابا قال شنو؟ قال أكو واحد يباوعنا قال منو؟ قال الله الله يراقبنا نصيحة من الولد غيرت حياة هذا الإنسان الوالد نزل من الفجرة قبل ابنه قال بارك الله فيك نصحتني ووعظتني فالعبودية لله الاعتقاد بالله الواحد الناظر المهيمن علينا هذا يخلي المجتمع يصير مجتمع صالح إضافة على ذلك المعاد المعاد شنو؟ أو بكرة يؤدون هناك يوم القيامة سؤال وجواب ومحكمة وميزان وصراط حساب كتاب ما من صغيرة إلا أن يأتوا بها هذه مشكلة هذه هذه العقيدة هيتان العقيدتان أنا ده أفصل ليش الأنبياء يصرون على هاتين العقيدتين التوحيد عبادة الله والمعاد إصرارهم على هذا طبعا من الله سبحانه وتعالى لأن الأساس هذا إذا هذا الأساس تركز في قلب الإنسان فعن ما يسوي شيء مزيد أن اعبدوا الله قال يا قوم عفوا إن ماكم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إذا تتصورون كل الأنبياء هذا كلامهم عجيب كل الأنبياء إذا نقرأ في قصة صالح أيضا في قصة شعيب كلهم كانوا يدفعون التهمة عن أنفسهم وهذا هو أيضا هذا الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير يجب أن يرفع مو يرفع يدفع لأن الرافع يعني موجود يرفعه يدفع من الأول أي تهمة عن نفسه لازم يدفعه التهمة شنو كانت تهمتان عادة في المجتمعات أكون تهمتان تهمة الزعامة أنت تريد تصير زعيم التهمة الثانية المال تجمع أموال بالنتيجة الناس تلتف حولك في قضية مكة في قضية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله أجوا عند أبي طالب سلام الله عليكم جدنا أبي طالب قالوا له اذهب إلى ابن عمك إلى ابن أخيك وقل له نعطيه كل ما يريد أجمل نساءنا شنو يريد نعطيه شنو يريد من إمكانيات في مكة نخلي تحت أمرته بس لا يقول أنه الأصنام تركوها ليش لأن مصالحهم كانت تنهار هم صناديده قريش هم يأتون بالأموال والتحف إلى مكة وكلها يبوقوها النذورات اللي كانت تجي الهدايا اللي كانت تجي للأصنام كلها كانوا يأخذوها بعد تجارة كان الدين كان تجارة أول شيء هود قال لهم حتى يدفع التهمة عن نفسه يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أنا أجر ما أريد طيب يا هود لعن ليش تحكي إذا هاي شكي أكو واحد يجي من الصبح للليل يشتغل أجر ما عنده ما يصير لأن أجرك أنت بأي بأي أمل تعيش يا هود هذا الجواب الجواب إن أجري إلا على الذي فطرني أنا تشدي حسب تعبيرنا أجرتي ثوابي أجري آخذ من الله الذي فطرني فطرني يعني خلقني ولم أكن شيئا هذه جواب لبعض الأفكار الباطلة من الأسماء الله الفاطر ليش الفاطر خالق موجود بس فاطر ليش الفطر أن توجد شيئا من لا شيء هذا الرد لبعض آراء الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم هذا بحث طويل حوزوي ما علينا به بس إشارة فطرني يعني أنا لم أكن وكنت وصرت من فطرني الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون طيب ما كان عندهم عقل كل الكلمات في القرآن التي تأتي أفلا تعقلون أفلا تتفكرون ألا أفلا كلها شنو يعني تفعيل العقل دائما نقول هذا وإلى عقل عدهم عقل تجاري عدهم عقل سوق عقل عدارة بيت كان عدهم عقلهم لا يفعلونه في سبيل إدراك الحق خب بعدين شنسوي أول شي صار شنو عبادة الله الواحدة الأحد ثانيا أجر ما أرد منكم ثالثا إذا أردتم أن تأتوا تصبحوا مؤمنين عملتين لازم تسوي الاستغفار أولا ثم التوبة شنو أكفرق يعني نعم الاستغفار إخواني محو ما سلف يعني أنا أمسوي خطايا ومعاصي فتكدرت فتكدر قلبي وران قلبي شنو لازم أسوي أول شي لازم أطهر كل هذا الخبث الذي صار في قلبي لأن الذنوب تأتي بخبث في القلب كدر يصير هذه لازم أغسله بشنو أغسله بالاستغفار بعدين شو سأهوي توبوا إلى الله يعني الرجوع إلى الله دائما مثل لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله شنو هي أول نفي بعدين إثبات أول لازم تقول لا إله إله نكره مفرده يعني أي إله هو معبود ماكو خب أنت أنكرت كل شيء بعد بعدين تقول إلا الله نفي ثم إثبات هنانا في هذه الآية وفي كل الآيات والمواعظ اللي تأتي بلسان الآيام يقول الاستغفار ثم التوبة هو التوبة والاستغفار نعم إذا إجوا في مكان وحده يصير معنا نفس المعنى أما إذا كلمة الاستغفار أتت ثم أتت كلمة التوبة هذا معناه غسل ما فات والاستمرار في العمل الصحيح شوفوا الآية شو تقول هود يقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم يعني من الآن كل جرم والجناية وكل ذنب ومعصية الله يغفر لكم جدا لطيف يعني يعني واحد في عمره خمسين ستين سنة أو أكثر عمل معاصي هسه يريد يرجع الباب مفتوح هذي من لطف الله على البشر حقيقة وإلا أي حاكم ما يسوي الشكل يقول تعال ملفات أكو إضبارات أكو عليك تعال إذن كلها لازم تجاوبها الله يقول له يقول أنت مادام بدأت بالتوحيد والعقيدة الصحيحة استغفر ربك يعني اغسل ما فات من عمرك وابدأ من جديد بعدين شا سوي ثم توبوا إليه يعني ارجعوا إليه دائما لعلوية متتركوا بعد هذا النفي ثم الإثبات شي صير وهذا كانوا طماعين مدنية جدا متقدمة عندهم عاد عجيب في التاريخ موجود أنه كانوا يبنون بيوتا من صخور جبلية ينحتونها ويأتون بها يقطعونها من الجبال ويسوون قصور كان عدهم مدنية أنهار بساتين زراعة تربة صالحة يرسل السماء عليكم مدرارة هذه إما إشارة إلى أن المطر ينزل إليكم أو إشارة إلى قحط أصيبهم أصابهم بتعنتهم وكفرانهم لهود الله أصابهم بالجفاف بعدها الهود يقول أنا أقدر أجيب لكم مطر إذا عبدتم الله واستغفرتم ويزدكم قوة إلى قوتكم كانوا أقوياء هذول طول هيكل أبدان قوية كانت لهم عندكم قوة إما هذا معناته أو القوة كل مظاهر القوة كل مظاهر المدنية اللي كان عندكم أنا أعطيكم أكثر الله يعطيكم أكثر ويزدكم زيادة قوة إلى قوتكم بعض المفسرين قالين أنه القوة الثانية اللي الله يطيهم القوة المعنوية يعني هم عندهم قوة مادية قصور عندهم أنهار جنات بساتين كل شيء عندهم يحتاجون إلى قوة معنوية إذا أتوا إلى الإسلام والاستغفار والتوبة الله يعطيهم قوة معنوية روحية ولا تتولوا مجرمين لا تتركوني في حال إجرامكم يبدو من هذه الآية ومن الآيات اللي أتصور البارحم أشرنا إليها قلنا أنه في سورة أخرى وإذا بطشتم في سورة الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني مو فقط هذول كانوا يعبدون الأسلام كان عندهم بطش وظلم للآخرين لضعفائهم لفقرائهم لأيتامهم من أدري لأن هذه الآيات دليل على أنه كانوا مجرمين أيضا وإذا بطشتم بطشتم جبارين خب الجواب شنو هذه دعوة هود أما الجواب قالوا يا هود ما جئتنا ببينته هذا إدعاء أنه أنت نبي وتريد ترشدنا إلى الطريق الصحيح إلى التوحيد والمعاد والصلاح البينة شنو لازم تجيب بينا بينا يعني إما معجزة أو أي دليل العلماء الذين شرحوا هذه السورة قالوا أن كل نبي من الضرورية أن يأتي ببينه هذا لا شك فيه يعني مثلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وعلى آله علماء الحديث سطروا للنبي فقط فقط النبي نبينا يعني أكثر من أربعة آلاف معجزة اللهم صلى الله عليه منها التي أتت في القرآن شق القمر ولا هو القرآن معجزة القرآن معجزة إلينا بعد ولا الآن شق الأمر ماكوخو إحنا معجزتنا شنو يعني الدليل على نبوة النبي شنو هالقرآن كثير من المعاجز النبي كان عندها الأئمة أيضا يجب أن يثبتوا ببرهان على أنهم متصلون بالوحي قصدي بالوحي قصدي بالوحي مو أنه أنبياء يصيرون يعني أنه السلالة الطيبة بعد النبي الذي يدعي في هذه العصور وإنتوا تعرفون شنو قصدي هؤلاء كلهم دكاكين بصراحة كلهم دكاكين لجلب المال أو وراءهم من وراءهم من الخبثاء اللي تدرون بعد ما أريد أشرح الجيل الذي يعيش في أوان شبابه يجب هو يكون ملتفت وفطن وذكي كل واحد يجد دعا في تشي لازم ما نقبل بسرعة لا نقبل وما أكثر هذه القصص في التاريخ الذين الدعوا المهدوية اقروا التاريخ وفي الحديث أنه قبل ظهور الإمام سيظهر مهديون يعني كذابون كل واحد يدعي أنا مهدي في زمن العباسيين كانوا يخلون أسماء أولادهم أولئك الطغاة المهدي حتى يكون هذا المهدي مثلا النبي هود أيضا كان له بينة يمكن ما مذكرة الآن ولكن في داخل في خلال الآيات اللي نقراها وفي بقية الصور نتذكر أنه كانت له بينات كثيرة ومعاجز خب هذه أول سؤال قالوا يهود ما جئتنا ببيت المشكلة الثانية التعود على الماضي هذا شنسوي بها لقد سرنا على سيرة خاطئة شلو نترك الآن هذا جدا ترى مهم حتى في مجتمعنا الآن واحد متعود على الفسق في الفجور هذا هوايا صعب يجي يترك إلا أن الله يهدي وتصير إلى الصدمة نفسية يهتدي به هذول سنوات بالقرون بعد نوح عبد الأصنام شلون يجيون يتركون حضارة صارت لهم ثقافة الآن في بعض المجتمعات ثقافة الفساد موجودة استجيروا بالله هاي الثقافة شلون تجي تتركها من آبائهم وأمهاتهم هذا الفساد مستمر صعب هذا الثاني وما نحن بتاركي جمع هذا نون يحدف وما نحن بتاركي آلهتنا يعني معبوداتنا الأصنام عن قولك يعني بسبب قولك أنت جايدة تدعي وتقول لي أنت آل عبد الواحد لأحد الصمد إحنا الآن سنوات متعودين على عبادة الأصنام وما نحن لك بمؤمنين إحنا ما نؤمن بيك فشنو تحليلكم شنو شوفوا التحليل بعد الوقت انتا بس أقرأ هذه الآلة غدا إن شاء الله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني السجاي هو يهديهم من ناحية ثانية ابتل بيهم شلون ابتل بيهم يقول آهلت عفوا آلهتنا أصنامنا عندهم قدرة عجيبة هذول جننوك والعياذ بالله اعتراك يعني أحاط بك حالة من الجنون بسبب دعاء آلهتنا هذول هذول بدال ما يجون يقتدون بهود المرة هود لازم يجاوب بعدين يجاوب إن شاء الله بكرا نقرأ صلوا على محمد وآل محمد كعادتنا في كل ليلة الموعظة الأخيرة روى جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله طبعا روى يعني شنو يعني سامع من الباقر الباقر سامع عن زين العابدين عن الإمام الحسن أو الحسين عن علي هكذا السلسلة الذهبية يسموها أنه قال من النبي قال في وصيته لعلي بن أبي طالب عليه السلام يا علي ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال إن شاء الله نحن من المؤمنين خلينا نشوف عندنا هذه الخصال أم لا خصال جمع خصلة يعني حالة شلون وصفة حالة شيء خلق اللي في داخله متمسك به هذه يسموه خصلة أولا وقار أو وقار عند الهزاهز هزاهز جمع الهزة مو يعني الهزة الأرضية لا الهزاهز يعني الفتن الاجتماعية الآن ما أكثرها الفتن الفكرية الفتن العائلية الفتن العقائدية هذا يمكن وقار عنده وقار يعني شنو يعني يقعد هالشكل لا يعني بسرعة لا يذهب مع أي من هب ودب فتنة صايرة فتنة اجتباعية فتنة عقائدية يجي يفكر يسأل العلماء ينبش بالكتب يعني يفعل عقله بسرعة لا يذكد وراهم الآن اليوم شفت في بعض الأخبار شفتوا حتما فلان مدعفت شي آلاف من الناس وراه شنو هذا هذا مو وقار وقار مو معناته اللي يقعد هالشكل بوقار هذا هنا وقار يعني التأمل عند الهزاهز هاي واحد الثاني وصبر عند البلاء طبيعي في المجتمعات يصير بلاء بلاء يتصير بلاء مرض أو بلاء انكسار في السوق أو بلاء فقد أحبتنا عند البلاء يكون صبور ثالثا وشكر عند الرخاء الشكر اللساني والعملي رابعا قنوع بما رزقه الله مشكلة المجتمع الذين يفسقون ويذنبون ويعصون الله كل من عدم القناعة يروح يبوك يبوك مو من البيت يبوك من البنوك يبوك من ثروات المجتمع من ثروات الأمة قنوع بما رزقه الله يكون قانع خامسا شوفوا شكادي الإسلام عظيم لا يظلم الأعداء أسير لا يظلم عدو واحد عند عدو من غير دينه مثلا لا يتهمه بشيء ليس فيه مبالغة ليسه لا يظلم الأعداء سادسا ولا يتحامل للأصدقاء تحامل هنا باللغة العربية يعني تكليف يعني أنا أدري فلان وضعه موزيا عندما أروح إلى بيته إذا جاب لي أبقوش فقط أقدع بذلك أقول لا ليش ما ضيفني ليش تكلف ليسوي لأصدقاء في كل شي سابعا بدنه منه في تعب دائما يتعب نفسه يتعب بدنه بالعبادة بقضاء حوائج الناس بأي شي ثامنا والناس منه في راحة أما الناس من لسانه في راحة من يده في راحة لا يغتاب ولا يتهم أحدا هذه الخصال الثمانية يجب أن نزرعها في قلوب وفي أفكارنا وفي أعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم 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 شكرا